تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطورات حدث تصادم كطرين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تلقى رئيس الوزراء تقريرا من وزارة النقل تضمن وقوع حادث استضام قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق حيث تم تشكيل لجنة من المختصين بالسك الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع هذا الحادث هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي التي يتم علاج المصابين بأحد مستشفيتها العلاجية بتعامل الفوري مع الحادث وتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين كما أصدر مدبوري توجيهات لوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة والبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويذات للمتضررين من الحادث